السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة في جعبة إفادة تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن أحوال وأنتم تتمتعون بصحة جيدة إذن عنا اليوم إن شاء الله الكتب المدرسي المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث اتدائي صفحات 32 إذن عنا كما تلاحظوا بأنه التمرين عفوا الدرس السابع الدرس يل الزوايا إذن عنا لنبحث ونطبق عفوا قالوا لنا لنلاحظ ألف لنلاحظ الشكل الجيد هات الشكل هدا أعطاه لنا وقالنا نلاحظوا الشكل مزيان سؤال أول ماذا نسمي نوعها النوع زوايا هذا الشكل إذن هذا الشكل فيه وحد المجموعة دي للزوايا قد نقلبوا عليها هات الزوايا ندروا لها علامة باش نعرفوه شنه هو النوع دي للهات الزوايا إذن الزوايا هما بالدرجة دي لنا هما القناة القناة إذن هاد الشكل عنده هاد الزاوية هادي ها هي عنده هاد الزاوية هادي عنده هاد الزاوية عنده هاد الزاوية عنده هاد الزاوية إذن ماذا نسمي هذه الزوايا كما تتلاحظوا بأن إلى درنا هكا كنت قرأت هذه النوع من الزوايا فهي زاوية قائمة وكذلك هذه فهي زاوية قائمة ها هي كما تلاحظوا إذن جميع هذه الزوايا في هذا الشكل فهي زوايا قائمة كل هذه زوايا في هذا الشكل فهي زوايا قائمة إذن قلنا لنحدد الأدوات الهندسية المستعملة لرسم هذا الشكل شني الأدوات الهندسية اللي غد نحتاجه باش نرسمه هاد الشكل أول حاجة كيف مشتوه هي الميزوات ضروري من الميزوات لأن بها باش نحددو الزاوية القائمة والميستارة كين اللي غي يبغي الميزوات كين يبغيش بحال اللي منين بغيو نمددو شي ضلع من هاد مضلعة ديال هاد الشكل عفوان بالميستارة ولكن نقدروا نعتامدو غير على الميزوات فقط إذن نحتاج غير الميزوات هي قاضية الغرض الميزوات هذه هما الأدوات الهندسية إذن قالوا نا ننقل هذا الشكل على ورقة مستقلة ننقلوا هاد الشكل على ورقة مستقلة ننشوفوا ورقة مستقلة وننقلوا فيها هاد الشكل هيا ورقة إذن أول حاجة غدي نديرو غدي نديرو هاد الدلع هاد هو اللول هكا نديرو هاد الدلع هو اللول غدي نجي نديرو هاد الدلع هاد ضروري ما نستعملو الميزوات لأن بها تنديرو نقدروا نستعملوها ميزوات كيف ما تنشوفوا باش نديرو الزوية القائمة ضروري لنا من الميزوات لسنا هكا إذن هنا قينا عنا زوية قائمة هاد الدلع هو هاد الدلع هاد الدلع هاد الدلع هاد دبا قدي نكملو هاد دبا قدي نتبعو المراحيل يجينا ساهل المهم هو نخليه ضروري يكون هذا الشكل في زوايا قائمة نمدده إذا بقي لنا قدي نخليه هذا الدلع هذا مع جانب ميزوات ونمدده هذا الدلع هذا كذلك تنتمنى يكون واضح لكم ها هو إذا هنا نكون صيبنا هذا الشكل هذا ها هما الزوايا اللي في هذا الشكل اللي درت على ورقة مستقلة هالزوية الأولى هالزوية الثانية هالزوية قائمة ثالثة الرابعة كذلك الخامسة هادشك اللي عنده ٥ ديل ظوايا قائمة ه هالزوية الأولى هالزوية الثانية هالزوية التالثة هالزوية الرابعة والزوية الخامسة إذا نقلنا هاد الشكل этот كيفما تطرد تلاحظه قالوا ننقل هذا الشكل على ورقة مستقلة باء نصنع زاوية قائمة من ورق أو نستعمل الميزوات للتعرف على الزاوية القائمة ونتم الجدول بكتبة أسماء الزاوية شنو قالوا نفات السؤال قالوا إما نصنع زاوية قائمة من ورق نستعمل زاوية قائمة من ورق باش نتعرف بها على هاد الزاوية هدي ولا نستعملو غير الميزوات إحنا غدي نستعملو غير الميزوات فقط باش نتعرفو على هاد الأشكال هدي على هاد الزاوية هدي باش نكتبوهم في الجدول إذا كيف ما شفنا هنا كينين بزاف ديال الزاوية غدي نتعرفو عليهم اليوم قالوا إنه زاوية أصغر من الزاوية القائمة زاوية أصغر من الزاوية القائمة وسميتها هاد الزاوية اللي أصغر من الزاوية القائمة اسميتها زاوية حاد إذن هدي هما الزاوية القائمة كيف ما شفنا هنا زاوية الحادة خستكون زاوية القائمة القائمة هي عندها فيها 90 درجة إذن الزاوية الحادة خستكون صغيرة من الزاوية القائمة هي اللي اسميتها زاوية حادة إذن غدي نلاحظو غدي نشوفو هذا هدي كيف ما تلاحظو هدي F شنا هي هدي F هيا كيف ما شفنا هاد الزاوية ديالها جاي معه الجانب ديال مزوات وكذلك هاد الدلع إذن هدي F فهي زاوية قائمة زاوية قائمة F زاوية قائمة إذن هنديروها هنا زاوية قائمة F زاوية قائمة غدي نديرو لها تشابوا بأنها زاوية قائمة غدي نشوفو الشكل الثاني ربما ما يغيس ساعدناش المزوات ما غاليش تساعدنا المزوات تنعتقدروا قفت الفيديو بأن المزوات ما ساعدتناش حاولت نديرو واحد الزاوية قائمة باش بيها باش نقسو الزاوية هاي الزاوية القائمة الأولى وهي F كيفما تلاحظو ها هي أعطتنا زاوية قائمة كيفما تنشوفو ها هو الجانب دي وهو F غدي نشوفو هات زاوية هل هي أصغر من الزاوية القائمة أم أكبر إذا كانت أصغر من الزاوية القائمة فهي زاوية حادة كيفما تلاحظو ها هي شنوتي بليكم الضلع ديالها الأخر رهجي هابط فهد تجاهك إذا فهي أصغر من الزاوية القائمة إذا فهي عفوا فهي زاوية حادة إذا أ زاوية حادة إذا نديروا لحظة شابو بأن زاوية غدي نشوفو الزاوية الثالثة وهي ها دي كيفما تنشوفو الزاوية دي كيفما تتبهل هنا بأن الزاوية دي فهي زاوية قائمة زاوية دي فهي زاوية قائمة الزاوية دي فهي زاوية قائمة لحظة شابو ديال إنها زاوية غدي نشوفو الزاوية سي ها أنتوما كيفما تتلاحظوا مجرد نبغي ندخلوها في الزاوية تتبلينا بأنها أصغر من الزاوية القائمة أصغر من الزاوية القائمة إذا فهي زاوية حادة إذن سي زاوية حادة غدي نتحقو ديبا الزاوية بي كيفما تنشوفو ها هي أشنو تيبه لكم الزاوية بي فهي زاوية قائمة كيفما تتشوفو ها هما الضلعاني ديال الزاوية جايين مع هد الزاوية اللي احنا رسمينا فهي بي فهي زاوية قائمة بي زاوية قائمة ندروا لها تشوفو قد لنا آخر زاوية وهي هادي غدي نشوفوها غدي ندروا لها كيفما تتلاحظوا ها هو إذن هي خرجات فاتيجة هادي إذن هي أكبر من الزاوية القائمة ها الزاوية أكبر من الزاوية القائمة وقالنا الزاوية الأكبر من الزاوية القائمة اسمها زاوية منفرجة معنى مفتوحة على الزاوية القائمة بشوية اشتي اسمها زاوية منفرجة هي هادي الزاوية الأصغر من الزاوية القائمة اسمها زاوية حد والزاوية الأكبر من الزاوية القائمة تسمى زاوية منفرجة إذن هذه الزاوية A فهي زاوية منفرجة إذن تتمنى تكون لحده إذن هنا تعرفنا على ثلاثة ديال الزاوية وهي الزاوية الحادة زاوية الحادة وهي E وال C تتكون أصغر من الزاوية القائمة زاوية الحادة أصغر من الزاوية القائمة عرفنا الزاوية القائمة وهي F وهي F وD وB عنا الزاوية المنفرجة وهي الأكبر من الزاوية القائمة وهي أ أكبر من الزاوية القائمة إذن تعرفنا على الزاوية الحادة والزاوية القائمة والزاوية المنفرجة إذا درنا لهم الترتيب من الأصغر الأكبر لقوا بأن الزاوية الحدة هي الصغيرة تتبعها الزاوية القائمة وبعدها الزاوية المنفرجة إذا رتبناه من الأكبر الأصغر نقول الزاوية المنفرجة الزاوية القائمة والزاوية الحدة إذن هنا نتحول التمرين 1 الحصة الثانية شنو قلوا لنا هنا؟ قلنا أولا أليف اصنع زوايا باتباع مراحل طي تالية انطلاقا من ورقة مستطيلة الشكل قلونا ناخد ورقة مستطيلة الشكل بحال هادي ونتبعوا هاد المراحل باش نوصلوا لهاد النموذج هادا اذا اولا ناخدوا واحد الورقة مستطيلة قلونا مستطيلة الشكل كيف ما قلونا هنا اذا قلونا ناخدوا هاد الورقة ونقوموا بالطي ديالها على جوج نطويوها على جوج متساوي وناخدوها بحالكة ونقوموا بالطي ديالها كيف ما تنشوفوا كيف ما اعطونا في هاد النموذج هذا الاول بحالكة تكون متساوية في الطي بحال هاكا ونقوموا بتكون احنا طوينها على جوج مرات قمنا بتطي ديالها اذا المرحلة الثانية قالوا لينا غادي ندير واحد الخط متقطع فس فهد مكان ديال الطي خط متقطع بحالكة اذا غادي ناخدو غادي ندير واحد الخط متقطع فبلاس الطي بستعمال ميزوات او الميز تارا هايا درنا واحد الخط متقطع فمكان الطي اذا المرحلة الثالثة قالوا لينا غادي ناخدو هاد الورقة ونقوم بطيها للأسفل بحالكة ها هي الهناء هنا للأسفل بحالكة ونقوم بطي ديالها بالطي ديالها بالطي ديالها المرحلة الاخيرة غادي ناخدو هادك المكان هادك البلاس الطي ها هي تتبلينا من الداخل ها هو غادي نقوم بطي دياله للخلف بحالكة للخلف بحالكة نقوم بطي دياله للخلف اذا كيف ما قلنا ها هو الورقة قمنا بطي ديالها على جوج ومن بعد درنا لها خطوط متقطع فوسط في مكان الطي من بعد درنا لها طي هنا بحال هكا من بعد درنا لها طي هنا للخلف كيف ما شفنا حصلنا على دبا غادي نديرو الخطوط في مكان الطي غادي نديرو غادي نسترو في مكان الطي بستيلو ولا بقالم ليهو مكان الطي الاخر اذا كيف ما شفتو تنحصلو بالاخر على هاد النموذج هذا اللي غادي نسميوه هنا بي هنا بي يا ناسي هنا بي هنا دي هنا ا هنا ا وهنا ا اذا لدينا او او بي سي دي او اذا هنا دابا بعد ما تبعنا المراحل قالونا باء افتح الورقة وارسم مكان طيب استعمال مصطر وقلم الرصاص والوين الزوايا واسميها كما هو في النموذج اذا هما قالونا فتحنا الورقة وقمنا باستعمل المسطرة والقالم والاستيل لون الزوايا واسميها كما هو في النموذج خمسة ها هي في النموذج خمسة سوف نسميها جميعا اتبعون الجدول بكتابة اسماء الزوايا سوف نرسمها لونها لونها لون الزوايا هكا هما ديرنا اسميتو مختلفة لكن احنا درنا لون واحد هما درنا لون مختلفة احنا درنا لون واحد ماشي مشكلة دبا قالونا نعرفو نشوفو الزوايا ieben بواسطة الكوس هل هي اكبر من الزاوية القائمة ام اصغر من الزاوية القائمة كما هو مبين من خلال كوس فهي زاوية اكبر من الزاوية إلا كان زاوية قائمة خاصة اذا دلعة هيnahmen strengtheningا بشوفوها بعيد إذن هذه A فهي زاوية أكبر من الزاوية القائمة وشنا هي الزاوية الأكبر من الزاوية القائمة وهي الزاوية المنفرجة إذن A فهي زاوية منفرجة عندنا هذه زاوية ليست نشوفها وش هي أصغر من الزاوية القائمة أم أكبر كما تلاحظوا فهي أصغر شوفين دلع ديالها الثاني لو كانت زاوية قائمة خسيدوز دلع مننا فهي زاوية أصغر من الزاوية القائمة إذن فهي زاوية حادة نشوفو زاوية D كما تلاحظو زاوية D فهي زاوية قائمة كيف ما تنشوفو الدلع دي لها مننا ودلع دي لها مننا إذن الزاوية D فهي زاوية قائمة سنرى الزاوية C كيف ما شفنا حتى هي زاوية أصغر من الزاوية القائمة فهي زاوية حادة وكذلك الزاوية B فهي زاوية حادة إذن لدينا A زاوية منفرجة B زاوية حادة C زاوية حادة D زاوية قائمة E زاوية حادة ده بغن عمرهم في الجدول وتميموا الجدول بكتابة أسماء الزاوية زاوية الحادة شنو قلنا في الجدول شن هي الزاوية الحادة وهي B و C و E B C E هي الزاوية الحادة B C E إذن الزاوية الحادة وهي B C C أ لاحقاً أمام الزاوية الحادة فهي أكبر من الزاوية القائمة عندنا الزاوية القائمة شنها اللي لقينها زاوية قائمة وهي D فقط D هي الزاوية القائمة زاوية القائمة وهي D زاوية منفرجة A هي الزاوية المنفرجة A هي الزاوية المنفرجة إذن تنتمينا تكونوا فهمت إذن هنا أثبت تعلماتي تعرفت الزوايا وميزت أنواعها إذن عندنا الزوايا كيفما تلاحظوا الزوايا المنفرجة أكبر من الزوايا القائمة كيفما تنشوفوا هذا داروا لكم هذا الخط لهو وهمي بأنها في الحد ديال الزوايا القائمة ولكن هذه الزوايا تتعني بأن هذه زوايا منفرجة الزوايا القائمة كيفما شفناها ضلع الزوايا هذو هما الأضلع ديال الزوايا ديال القائمة ولا المنفرجة هذو الأضلع إذن الزوايا الحادة أصغر من الزوايا القائمة هذه الزوايا الحادة هذا الزوايا الوهمي اللي ديرونا هنا تبينها الزوايا القائمة ولكن شوف فين رجعت هنا الزاوية الحدة لأنها أصغر من الزاوية القائمة رأس الزاوية هو هذا نتعرف على رؤوس الزاوية هذا هو الرأس الزاوية القائمة وهذا هو رأس الزاوية المنفرجة وهذا هو الرأس الزاوية الحدة نتعرف بعد على رؤوس الزاوية إذن إلى هنا نكون من درس دي اليوم من صفحة 32 من المرجع في الريادية لمستوى الثالث اتدائي تدمنى هنا الإعجاب ديركم وتستفدو منه ما تنسوش تبرتجو الفيديو مع أصدقاء ديركم باش تعمل فائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته